بين مراهن على فشل مصطفى الكاظمي في أداء مهامه كرئيس للحكومة العراقية ومراهن على نجاحه كانت النتيجة واضحة وجلية لا لبس فيها حيث نجح الكاظمي بمهمتين تنتين رئيسيتين غاية في الأهمية الأولى إخراج العراق من أزماته المالية الخانقة نتيجة السياسات المالية الكارثية التي ورثتها الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2003 والثانية إجراء انتخابات مبكرة تنقل السلطة إلى حكومة جديدة مستقرة يفترض أنها تعبر عن المزاج الشعبي نجاح باهر حققه الكاظمي في المهمتين أذهل الجميع حيث نجح في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة وفق شهادات عالمية أكدت أنها الانتخابات الأكثر نزاهة في العراق كما نجح بتجاوز الأزمة المالية التي تفاقمت في العراق بعد وباء كورونا وحقق لخزينة العراق احتياطيات نقدية هائلة هذا النجاح لم يرق لبعض الجهات والفصائل العراقية المسلحة وحتى لبعض أطراف الإطار التنسيقي حيث صعدت من لهجتها الغاضبة تجاه الكاظمي وحاولت وضع العقبات أمام نجاحاته وذلك لأنه منعها من التدخل في سير انتخابات تشرين والتجييرها لصالحها وهو ما دفعها إلى شن حملة إعلامية واسعة حاولت التشكيك بنزاهة الانتخابات رغم التأكيدات الدولية والمحلية المختصة بنزاهتها كما يرى مراقبون للشأن العراقي في المقابل هناك من يلوم الكاظمي على عدم توظيفه غضب الشارع ضد الطبقة السياسية بأحزابها المتمرسة في السلطة لفرض إصلاحات حقيقية وجدية في لحظة كانت هذه الأحزاب تمر بضعف وقلق واضحين بعد الهزة الكبرى التي تسببت بها حركة احتجاج تشرين في خريف 2019 وما بعد هذا التاريخ حيث كان يمكن للكاظمي أن يصبح وسيطا بين المجتمع الغاضب غضبا مشروعا والطبقة السياسية التي تسببت بهذا الغضب وليس وسيطا بين الساسة متصارعين في السلطة وعليها يتعاملون معه ومع السلطة على نحو انتهازي وزبائني وليس على نحو إصلاحي أو وطني وما بين الجهود الجبارة التي بذلها ويبدلها الكاظمي للعبور بالعراق إلى بر الأمان وإخراجه من مسلسل الأزمات في سبيل الوصول إلى دولة مدنية تحقق تطلعات العراقيين بأطيافهم كافة وبين الملاحظات والعقبات والتحديات التي تفرضها الجهات التي تحاول إجهاض المشروع الوطني للكاظمي لضمان بقاء مصالحي الضيقة يبقى العراق بحاجة ماسة إلى حركة سياسية رصينة ورزينة تختلف عن أحزاب السلطة في المحتوى والسلوك السياسي تمنح العراق مستقبلاً اقتصادياً وسياسياً يحلم به الجميع فهل سيتحقق ذلك؟ وعلى يد من؟ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر